بسم الله الرحمن الرحيم يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وبعد الطريق إلى الصلاة الخاشعة لما كانت الصلاة هي أهم أعمال الدين وأهم شعائره وشرائعه بعد الشهادتين ولما كانت الصلاة الخاشعة هي الصلاة النافعة كان مما يشغل بال كل مسلم أن يحسن صلاته وأن يحسنها وأن يتقنها وأن يتممها وأن يكملها حتى ينتفع بها في الدنيا قبل الآخرة فإن الصلاة التي تنهى عن الفحشاء والمنكر هي الصلاة الخاشعة وأن الصلاة التي تكفر بها السيئات وترفع بها الدرجات على التمام والكمال هي الصلاة الخاشعة وأن الصلاة التي يترتب عليها حسن الخلقي وطيب المعشر هي الصلاة الخاشعة وأن الصلاة التي تقرب العبد من خالقه سبحانه هي الصلاة الخاشعة ولذا رأينا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم أنه أتى ذات ليلة فدخل في فراشه ثم قال لعائشة دعيني أتعبد لربي فقالت إني لأحب قربك وأحب طاعتك لربك قالت ثم قام إلى القربة ولم يكثر صب الماء ثم قام يصلي تقول فبكى حتى بلى لحيته صلى الله عليه وسلم ثم سجد وبكى حتى بلى الأرض عش معي المشهد وتصور نبيك صلى الله عليه وسلم وقد غفر له ما تقدم من ذنبه ومع هذا فهذا حاله في الصلاة بكى حتى بلى لحيته ثم بكى حتى بلى الأرض تقول ثم الطاجع على جنبه فبكى حتى إذا أتى بلال يؤذنه بصلاة الصبح قال يا رسول الله ما يبكيك وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر فقال يا بلال وما يمنعني أن أبكي وقد أنزل الله علي الليلة إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب ويل لمن قرأها ثم لم يتفكر فيها ويقوم صلى الله عليه وسلم حتى تتفطر قدماه ويقول لما يسأل عن ذلك أفلا أكون عبدا شكورا ولما أمره ولما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بتقديم الصديق لإمامة الناس في أيام مرضه قالت عائشة معتذرة إن أبا بكر رجل أسيف يعني كثير البكاء يعني لا يملك نفسه إذا قرأ القرآن إلا ويبكي وعمر رضي الله عنه كثيرا ما كان يقرأ بالناس ويبكي في صلاته حتى يسمع نشيجه مثل ما قرأ بهم سورة يوسف وسمع نشيجه وبكاؤه من وراء الصفوف وعمر أيضا هو هو الذي ربما يعاد في منزله من آية قرأها ربما يعاد في منزله من آية مر عليها وقرأها وهذا الحسن ابن علي كان إذا دخل في الصلاة وأراد أن يدخل فيها تغير لونه فلما سئل عن ذلك قال واسمعوا لما قال قال أتدرون بين يدي من أقوم الآن تعرفين أنا حقف بين يدي من تعظيم لله سبحانه ولذا الذي يريد فعلا أن يحقق العبادة لابد أن يحسن التعرف على الله بأسمائه وصفاته دروس الخشوع لا يمكن أبدا أن تختصر وتختزل في ثلاثة أو أربعة بل ربما تزيد عن الخمسين درسا وهذا المجال في هذه الدورة الدورة لا يتسع أن نفصل وإنما نختصر اختصارا إن العبد إذا أحسن التعرف على ربه سبحانه أحسن الوقوف بين يديه وهذا عبد الله بن الزبير يسجد بجوار الكعبة فيأتي المنجنيق فيأخذ طائفة من ثوبه ما المنجنيق؟ الحجارة التي ترمى في الحرب والقتال يعني هو بما ثابت الآن الدانة مثلا أو القذيفة التي تسقط تخيل إنسان لو يسقط بجواره قذيفة وتأخذ بطرف ثيابه ومع ذلك لا يتحرك في صلاته لا يرفع رأسه لماذا؟ لأنه مشغول وقيل عن حبيب بن أبي ثابت في وصف سجوده لو رأيته قل تميت إمتى أنت تبص الواحد تقول ده ميت ده ولا إيه؟ من إيه؟ من شدة السكون والخشوع والخضوع لو رأيته قل تميت يعني من طول سجوده وقال ابن وهب رأيت الثورية في الحرم إيه المام سفيان الثوري بعد المغرب صلى ثم سجد سجد لم يرفع حتى نودي بالعشاء إيه المخضر السجدة منين لمنين؟ صلاة المغرب بعد صلاة المغرب إلى صلاة العشاء هذه الأمثلة أحببت الشباب أحببت أن أقدم بها هذا اللقاء الثاني في دراسة وشرح وبيان معاني أقوال الصلاة كي نقتدي بهم وكي تكون لنا قدوة ونبراسا على الطريق كنا في اللقاء الماضي انتهينا من الأذكار المتعلقة بالصلاة حتى ركن الركوع وتناول أخونا الدكتور أحمد خليل حفظه الله في اللقاء السابق سورة الفاتحة وذكر بعض الإشارات التي تبين عظم هذه السورة المباركة ولكن هذا أيضا ليس توفية لحق هذه السورة فصورة الفاتحة تحتاج لعشرات الدروس فلذلك خذ هذا الدرس نبراسا وابدأ أنت فتعرف على أسرار سورة الفاتحة من أجمل ما سمعت في تفسير الفاتحة دروس لشيخنا الحبيب الشيخ ياسر حفظه الله في تفسير الفاتحة تزيد على العشر الدروس تفسير الفاتحة فقط حوالي 12 درس أو 13 درس لو سمعتها لعلمت ورأيت أنك ما كنت تصلي وما كنت تقرأ هذه السورة من قبل واسمع هذه الدروس وستجد ما أقوله لك حقا سورة الفاتحة حمد ثناء توحيد ورسم للطريق الذي يجب على المسلم أن يسلكه فناسب أن يأتي بعدها تعظيم للرب سبحانه تعظيم لفظي وقلبي وجسدي التعظيم اللفظي بقولك سبحان ربي العظيم وقبلها الله أكبر فتنحني وهذا تعظيم بالجسد فالركوع لا يكون إلا لله سبحانه وتعالى ثم اللسان أيضا يعبر عن ذلك التعظيم فتقول سبحان ربي العظيم والقلب أيضا حينما يخشع ويذكر الله عز وجل ويسبحه وينزهه عن النقائص فيقول سبحان ربي العظيم والتسبح كما ذكرنا تنزيه لله عن النقص المطلق وعن النقص في الكمال وعن مشابهة المخلوقية عن النقص المطلق يعني العجز الجهل المرض غير ذلك والنقص في الكمال يعني صفات كماله كاملة لا نقص فيها بخلاف البشر أنت من صفات الكمال فيك مثلا أنك تبصر لكن هل أنت تبصر من في البيت وأنت خارج البيت تبصر من في دولة أخرى بصرك له حدود أما صفة الله عز وجل فلا حد لها ولا قيد عليها ولذلك كامل في صفاته سبحانه لا نقص ولا نقص في الكمال ولا مشابهة للمخلوقين إذا استشعر القلب ذلك وتفكر في معنى العظيم العظيم في ذاته العظيم في صفاته وهو أعظم من كل شيء سبحانه وقد ذكرت شيئا من دلائل العظم في اللقاء السابق وإذا قال سبحان ربي العظيم من قلبه فهذا يختلف كثيرا عن من يقول هذه الكلمة بلسانه ومن الأدعية كذلك سبحان ربي العظيم وبحمده وقد ذكرنا أن الحمد هو الثناء على الله عز وجل مع المحبة والتعظيم الحمد الثناء على الله عز وجل مع المحبة والتعظيم ثم تجد أيضا ذكرا آخر فتقول سبوح قدوس رب الملائكة والروح ما معنى سبوح ها فين الهدايا ما معنى سبوح ما تردوا علينا يا جماعة يا خلق سبوح يعني إيه أول مرة تسمعوا كلمة سبوح طيب قوله كده حد يقول أي حاجة طيب كده يعني نص الشريط واحنا نكمل تفضل لا نعم لا المنزة هاتو هنا هاتو هنا سبوح دي في اللغة العربية حتى الطلبة بتوعنا من أي المشتقات بيسموها إيه؟ طب ما هي يعني إيه؟ يعني يا راجل يعني نقط على الناس الغلابة دول بيسموها صيغة مبالغة لما أقول فلان صابر لكن لو زاد في الصبر شوية فأقول صبور أقول صبار تنفع صبار؟ ها تنفع أخذ بالك يبقى إيه الفرق بين صابر وصبور وصبار ها؟ اختلاف في درجة الإيه؟ درجة الصبر فسبوح صيغة مبالغة من سبحان تنزيه لله سبحانه وتعالى عن كل نقص تنزيه لله سبحانه وتعالى عن كل نقص والمبرأ من النقائص كلها سبحانه وتعالى يبقى احنا في الركوع بنقول إيه لما نركع سبحان ربيه لإيه؟ الأعلى الأعلى أو للعظيم أصحى يا عم سبحان ربيه العظيم جميل وإيه كمان؟ سبحان ربيه العظيم وبحمده اللي مش حافظ بقى يحفظ يبقى سبحان ربيه العظيم وتقول سبحان ربيه العظيم وبحمده وهذه أزيد لأنك وأنت تسبح تسبيحك من توفيقه مغمور بحمده وأنت تنزهه هو الذي علمك وهو الذي فهمك وهو الذي أعانك فأنت تسبحه وتحمده على ذلك ما سبحته إلا بتوفيقه فاستحق الحمد سبحان ربيه العظيم وبحمده وتقول أيضا سبوح قدوس رب الملائكة والروح سبوح عرفناه هل يقول لي عن إيه؟ سبوح لما حكتي وأطلع بقى أقول يا أستاذ قول إنت مش عارف أنا كنت بقول إيه بأكلم نفسي باين قول يا أستاذ من سبحان خد الديل صيغة مبالغة حد يجينا تعالى عبد الله صيغة مبالغة من سبحان يعني كمال التنزيه والتقديس له سبحانه عن كل نقص يبقى سبوح طب قدوس يعني إيه؟ قدوس من أسماء الله إيه؟ الحسنة طب يعني القدوس مش أنتوا يا شباب مش أنتوا مسلمين؟ تعبدوا مين؟ ربنا من أسماء الله الذي تعبده القدوس يعني قدوس والله ده ينفع يعني بتعودوا على الفسد إيه؟ بتعودوا على الفسد إيه؟ الفس بؤ مش صح؟ مش بوك بؤ لأن المعظم اللي بعودوا عليه بتعودوا إيه؟ بتعودوا إيه ما ترده بتعودوا كلام مش صح كده مش بتعودوا عمل ده الغالب يعني بتعودوا على الفسد إيه؟ أديه يا ابني طب يعني ما عندكش وقت تتعرف على الرب اللي بتعوده وفضي للفس وبعد كده تيجي تشتكي قلب يضلم وسودت في وشي مو بسبب إيه؟ بسبب أنك ضعيف الصلة بالله سبحانه وتعالى حتى أسماء الله الحسنة كثير من الشباب لا يشغل نفسه بمعرفته سألت بعض الشباب عن أسماء فريق الريال مش اسمه كده؟ مش اسمه كده؟ بسبب يصلحولي أنا بقى أنا راجل غالبان ما درستش تكلمت أنا أيامنا كان الأهل والزمالك وخلاص مش كده شيخ صادق؟ مشطة وحسن شحاته صح؟ حمود الخطيب مين تاني؟ أنا دي كان مين تاني؟ طهير أبو زيد مصطفى عبدو مين تاني؟ مين تاني؟ مين تاني؟ مين تاني؟ مين تاني؟ فبنقول سألت عن أسماء الريال فقعد يقول لي الأسماء وده خط وسط وده خط ظهر واخد بالك؟ مش في خط ظهر؟ وما بالإيه؟ بالإيه؟ بالإنجليز يا أخوي سبحان الله طيب الشخص ده اللي حافظ الحاجات دي كده هل هو حافظ أسماء الله؟ هيا أستاذ؟ يوسف؟ حافظ أسماء الله؟ طيب واللي حافظها فهمها؟ ما تيجي تبصي كده في الشباب؟ تجد مأساة كبيرة والله ولا أحاول ولا أقترب لا أنا مشفق جدا والله أنا أقول لكش ما تفرجش بس أنا أسألك سؤال أنت يوم القيامة لما تقف بينادي الله سبحانه وتعالى هيسألك عن عمرك صح؟ وعن شبابك كم ساعة صرفتها في الكورة؟ كم ساعة؟ لعب وإيه؟ وفرجة كم ساعة؟ جميل، هتروح فين دي الساعات دي؟ هتروح فين أنا عايز أفر؟ هتتحسب عليها طب هل أدها صرفت لدينك؟ أنت أد الساعات دي صرفت للدين؟ أنت لما تقابل النبي من القيامة صلى الله عليه وسلم هتوعد تقول له أسماء الريال وأسماء اسمويل ولا خد الكورة الدهبية؟ ها؟ يا شباب، يا شباب والله حاجة تكسف اليهود لبسوك العمة هم عايزين الشباب يوصلوا لكده أن يبقى شاب مقطوع الصلة بالدين عارف بس بعض المعلومات عن الدين اللي تيجي تسأله في الدين ما يعرفش وده خطر من أخطر ما يكون فأنا بقول لك حتى لو تفرّكت حتى لو أعدت على الفس وعلى غيره اوعى تنسى دينك يعني تعلم دينك تعلم، تعرف على الله سبحانه وتعالى تعرف على نبيك صلى الله عليه وسلم تعرف على الإسلام من أسماء الله القدوس يعني القدوس اللي عارف يرفع إيده القدوس يعني إيه؟ أنا عايز الشباب الشباب المدارس يعني إيه تفضل؟ المبارك 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 ماشي من أسماء الله القدوس يعني المبارك أو الطاهر يعني إيه؟ مطهر عن كل نقص سبحانه وتعالى سبوح إيه؟ قولوا معاي سبوح قدوس رب الملائكة وإيه؟ والروح إيه الروح بها؟ جزاك الله خير سيدنا جبريل بعض العلماء يقول رب الملائكة والروح وبعضهم يقول لا الروح المراد به جبريل عليه السلام كما في قول تعالى تنزل الملائكة إيه؟ والروح فيها واختصاص جبريل بالذكر لكونه أشرف وأعظم وأفضل الملائكة سبوح قدوس رب الملائكة والروح بنقول إيه ثاني في الركوع سبحان ربي العظيم وإيه كمان سبحان ربي العظيم وبحمده سبوح قدوس رب الملائكة والروح وإيه كمان سبحانك اللهم حاطر ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي احفظ معانة مش حافظ سبحانك اللهم whom ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي يقول إيه سبحانك اللهم ربنا وبحمدك لا Kung spatial لا واطيه كده b انتو خايدين تقولوا سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي عرفنا سبحانك يعنى إيه تسبيح تنزغى الله عز وجل عن كل نقص وقلنا عن ثلاث حاجات سبحانك اللهم ربنا وبحمدك يعني أرجع utiliser سبحتك بتوفيقك بهدايتك لي من فضلك علي أنني سبحتك لا بحولي وقوتي من أذن لك في تسبيحه هو من أعانك على تسبيحه هو من يفهمك تسبيحه هو وهذا شكر واعتراف بنعمة الله عز وجل وتفويض إليه سبحانك اللهم ربنا التذكير بمعنى الربوبية هو الذي خلقك وهو الذي يربيك بنعمه النعم الدينية من معرفتك به وإرسال الرسل وإنزال الكتب ونعم سائر النعم الأخرى وكذلك هو الذي يحيي ويميت والذي يدبر الأمر والذي يأمر وينهى سبحانك اللهم ربنا وبحمدك ثم تسأل اللهم اغفر لي وهذا هو الدعاء الوحيد في الركوع لأننا نهينا عن الدعاء في الركوع الدعاء ببفن بس في السجود أما الركوع فعظموا فيه الإيه؟ الرب سبحانه وتعالى لكن هذا لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فنحن نقوله من أدعية الركوع أيضاً صاحي من يجي كده؟ اللهم لك نحن في الركوع اللهم لك ركعت وبك آمنت ولك أسلمت خشع لك سمعي وبصري ومخي وعظمي وما استقل به قدمي اللهم لك ومخي وعظمي وعصبي وما استقل به قدمي اللهم لك ركعت معروف الركوع خضوع وانحناء وانكسار لله سبحانه وتعالى عبادة لا تكون إلا له سبحانه وتعالى اللهم لك ركعت اللهم لك ركعت وإيه؟ وبك آمنت اعتراف وشكر لله عز وجل على هذه النعمة نعمة الإيمان بالله سبحانه وتعالى والتي ليست هي قول فحسب بل قول وعمل وانقياد وخضوع لله سبحانه وتعالى ومما ظاهرها الصلاة ومن ظاهره الصلاة وبك آمنت ولك أسلمت الاستسلام لله سبحانه تجد هذا الحديث فيه الإيمان وفيه الإسلام الاستسلام لله سبحانه وتعالى المسلم مستسلم إذا أمر بشيء فعله وإذا نهي عن شيء تركه واجتنبه هذه حقيقة الإسلام مع التعظيم والمحبة لله سبحانه وتعالى خشع لك سمعي وبصري ومخي وعظمي وعصبي خشع لك سمعي يعني خشع سمعي وبصري يعني خضع يعني خضع يعني انقض وأيوه قضيت بقى الانقياد يعني لا أسمع إلا ما الشيء للبتاع ده هذا المحرط لا أسمع إلا ما تأذن لي فيه إن فأسمع أغاني ما ترده ليه متشددين ليه ما ينفعش ولا حبة كده يعني ولا حبة فيش ولا واحد يوافقني على ينفع ولا ينفعش خالص ما لتليفوناتكو على أغاني ليه مش عارف أنا بس ما بقوله ما ينفعش بس أنا بلاقي حاجات تليفونات على أغاني استخبص يعني ما فيش حاجة تخفى على الله سبحانه وتعالى يبنظف تليفونك ليه لأن الذي خلق لك السمع لم يأذر لك أن تسمع به الحراب هو سيسألك عن هذا السمع يوم القيامة إن السمع والبصرة والفؤادة كل أولئك كان عنه مسؤول يبقى جاهز نفسك ستسأل سمعت إيه جاهز نفسك ستسأل ماذا رأيت بعينيك جاهز نفسك ستسأل في هذه المضغة وهذا القلب ماذا أودعت من حب الله وخشيته أم حب غيره من الحرام ستسأل عن هذه الأعضاء وتلك الجوارح فأنت عندما تصلي وتركع تقول خشع لك سمعي وبصري أي خضع لك لا أسمع إلا ما أذنت لي في سماعه خضع بصري فلا يبصر إلا ما أذنت لي في إبصاره والسمع والبصر من بين الحواس لأنهما أو أكثر الآفات تتعلق بهما معظم المشاكل فين وفين في السمع والبصر خصوصا وهما باب ربما لإفساد الإنسان أو صلاحه عن طريق السمع والبصر ناس الله العفو والعفي وباب التحصيل وباب السماع وباب القراءة ونحو ذلك ومخي وعظمي وعصبي يعني جسمي باطنا خضع كما خضع ظاهره وطبعا الإنسان لما يقول حاجة المفروض يبقى صادق فيها ولا أنا كلامي غلط يعني أنت مثلا لما تقول أنا عملت كذا وكذا 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 وأجي بص ليك ما عملتش يبقى كلامك إيه كذب مش حقيقة طب أنت راكع وبين يدي الله بتقول يا رب أنا خضعت أنا خشعت وانت فين مش هنا يبقى أنت كده بتحكي على مين لشكده الإنسان ما يذكر هذه الأدعية يستحضر أنه يناجي الله عز وجل بيها فليكن صادقا إذا قال شيئا فليكن متحليا به خشع لك سمعي وبصري يبه هذه أعضاء ظاهرة جوارح ومخي وعظمي وعصبي أي باطن فهذا يوضح انقياد العبد وخضوعه وخشوعه ظاهرا وباطنا لله سبحانه وما استقل به قدمي يعني ما حمله الاستقال بمعنى الارتفاع يعني الجسد كله خاشع خاضع لله سبحانه وتعالى فليحضر العبد أن يصف شيئا لم يتحقق به ولم يتحل به طيب هذه أدعية الركوع بعد الركوع نعمل نرفع من الركوع ونقول سمع الله لمن حمده يعني سمع ها سمع يعني سمع الله لمن حمد يعني ايه سمع ما تغلطش الناس يا عم يسيب تخلي الناس تجاوب قول يا أستاذ انت سمعت منه ما ليه بس طيب اللي جنبك قال لك يقول له ما يعرفش شوف أنا جات جون دي يبقى سمع يعني ايه استجابة استجابة وأنت حينما تدعو الله عز وجل وطبعا الثناء دعاء تثني على الله سبحانه وتعالى فكأنك تأمل فيه سبحانه وترج منه أن يجيب وأن يستجيب لدعائك يعني كأنك تقول أجب دعائي لأن غرض السائل من الصلاة والدعاء أن يستجيب الله عز وجل له والذي يحمد الله ويثني عليه هذا كله مما يحبه الله لأنه ليس أحد أحب إليه المدح من الله سبحانه وتعالى سمع الله لمن حمد وأفن خلاص نولي بعدها ربنا لك الحمد أو ربنا ولك الحمد أو اللهم ربنا لك الحمد أو اللهم ربنا ولك الحمد ودي أكمل الصيغ ربنا يعني أنت الرب أنت الرب ومعاني الرب كما ذكرنا الخلق الرزق التدبير الإحياء الإماتة الملك الأمر النهي اعترف بكل هذه المعاني في هذه الكلمة ربنا لك الحمد هو سبحانه بيده الأمور وهو يحمد على ذلك هل كل الملوك بيعدل في قومهم ولا في ملوك ظلمة ده القلة هي التي تعدل فلذلك حتى يصرف هذا المعنى معنى النقص عن الله فأنت عندما تثبت له معنى الربوبية ومعنى الملك سبحانه تحمده على ذلك فتقول ربنا ولك الحمد هو الذي بيده الأمور وهو محمود على ذلك وهذا يجمع بين الدعاء والاعتراف يعني لك الحمد على ما هديتنا لك الحمد أن وفقتنا لما يرضيك عنا ربنا لك الحمد أو ربنا ولك الحمد والحمد هو الثناء على الله عز وجل مع المحبة والتعظيم كما ذكرنا ثم في بعض الأحاديث الأخرى هذا الحمد يفصل فيه النبي صلى الله عليه وسلم فيقول ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه وفي بعض الأحاديث الأخرى ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما أو ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطية لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد طيب ملء السماوات وملء الأرض أنت تعرف حاجة أكبر من السماء والأرض إبقى أنت تحمد الله وهذا الحمد كأنك تريد أن تثني عليه ملء السماوات والأرض وهذا من أبلغ الثناء على الله سبحانه مثل قولك في أذكار الصباح سبحان الله وبحمده عدد خلقه كبير جدا سبحان الله وبحمده زنة عرشه يعني زنة عرشه حنامه أيوه أيوه حنام زنة عرشه يعني إيه والعرش أكبر وأعظم مخلوق خلقه الله سبحانه سبحان الله وبحمده عدد إيه خلقه وزنة عرشه ورضى نفسه حتى يرضى سبحانه ومداد إيه المداد الحبر طيب كلمات الله لا إيه لا تنفد وبعد إيه كلمات الله لا تنفد وبالتالي فحمده كذلك سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضى نفسه وزنة عرشه ومداد كلمات هذا من أبلغ وأعظم الثناء على الله عز وجل وهنا كذلك ملء السماوات وملء الأرض فالله محمود على كل شيء على كل مخلوق يخلقه وعلى كل فعل يفعله ولما كانت المخلوقات تملأ السماوات والأرض فالحمد كذلك يملأ السماوات والأرض والمصلي يستحضر بهذا أن الله محمود على كل فعل فعله وعلى كل خلق خلقه وملأ ما شئت من شيء بعد يعني بعد إيه بعد السماوات والأرض كالكرسي كالعرش ما تحت الأراضين مما لا يعلمه إلا الله وغير ذلك من الأكوان التي ربما لا نعلمها وهذا كأنك تعترف بالعجز عن الثناء على الله سبحانه يعني عملت اللي تقدر عليه قلت اللي تقدر عليه أكثر من كده حاجي بإيه ولذلك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد أهل الثناء والمجد يعني أنت أهل للثناء للذكر الجميل والمجد التعظيم والتقديس والتحميد أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد يعني هذا الكلام أحق ما يقوله العبد لله سبحانه وتعالى لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد إذا أراد الله عز وجل إعطاء إنسان شيئا لا يمكن أبدا أن يمنع هذا الشيء ولو اجتمعت قوى الأرض كلها ولو أراد منع إنسان من شيء لا يمكن أبدا أن يصل هذا الشيء إليه ولو اجتمعت قوى الأرض كله وأعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك وإن يجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك فيمتلئ قلب المؤمن بالتفويد والتسليم والرضى عن الله سبحانه والرضى به ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك له وما يمسك فلا مرسل له من بعده فيتعلق قلب المسلم بالله سبحانه خاصة حينما تسمع قول الله تعالى رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن إيه يغلق المحل ويأتي يصلي ربما الشيطان يوسوس له جارك وما بيصليش وربنا موسع عليه وانت تقول ما انت تقفل وتيجي تصلي هتفضل كده الورا يخد بالك وتخسر والتجارة بتاعتك تبور ايه يعني مش لازم يعني وممكن صلاطين مع بعض وممكن لما تروح تصلي الشيطان يريد أن يأتي للإنسان من هذه الناحية سيب الشغل ويروح يصلي طب ما الناس كلها ايه أو معظم الناس أو كتير من الناس يوسوس له في أمر الرزق لأن النفوس تخاف على هذا الجانب فلذلك حينما تقرر هذا المعنى وأنت في الصلاة لا مانع لما أعطيت ولا معطية تلاقي يقفل وييجي لأن الناس وقفة من السنية يقول والله أنا ما أحب تشتري منك شيش من حد تان مثلا أو تلاقي مثلا البركة يبارك الله عز وجل له في رزق قليل وغيره وربما يرزق بالرزق الكثير ولكن لا بركة فيه لا مانع لما أعطيت لأن الله أراد خيرا بهذا العبد فلن يمنع عنه أبدا ذلك الخير والطاعة تزيد الرزق بركة والطاعة لا تقلل الرزق بل تزيده لأن شكر الله عز وجل سبب للزيادة هذا الدعاء أحق ما قاله العبد إما العبد يقصد به النبي صلى الله عليه وسلم أو جنس العباد وفيه من الاعتراف بالعجز عن أداء حق الحمد لله عز وجل مهما فعل الإنسان لا يستطيع أبدا وهذا دليل على فضيلة هذا الدعاء لأن النبي صلى الله عليه وسلم وصفه بأنه أحق ما قال العبد فين بغي أن نحافظ عليه وأن لا نهمله وأن نجتهد في فهم معانيه لا مانع لما أعطيت ولا معطية لما منعت كمل ولا ينفع يعني إيه بأولناها المرة اللي فاتت ذا الجد اللي هو إيه الغنى والقوة والسلطان والعظمة يعني لا ينفع صاحب الغنى من عذابك غنى لا ينفعه عندك غنى وإنما ينفعه العمل بطاعتك يعني الذي ينفع يوم القيامة هو العمل الصالح وكذلك في الدنيا صاحب الغنى وصاحب المال والسلطان أيضا لا ينتفع به إلا بأمر الله سبحانه لأن الله هو الذي أعطى وهو القادر على أن يأخذ ما أعطى فكذلك لا يعتمد العبد على ماله ولا على سلطانه ولا على جاهه وديكم بتشوفوا شوية الرئيس يبقى رئيسه شوية تلاقيه فين في السجن وتلاقيه واحد تاني يبقى رئيسه وتلاقيه شفية إيه خلاص انت ليك وسطة هتوصل أعلى حاجة هتوصل لفين تمصل لرئيسه انت وهو تحطه في السجن يبقى اجعل توكلك على إيه وتوكل على مين الحي الذي لا يموت وسبح بحمده سبحانه ربنا ولك الحمد حمداً كثيراً طيباً مباركاً في يعني طيباً حمداً كثيراً طيباً يعني طيباً قول ما تخافش مش على الهوى مباشرة ها عمر طيباً يعني خالصاً من الرياء والسمعة إليه يصعد كلم الطيب والعمل الصالح وإيه يرفع مباركاً في بقى دي سهل يعني مباركاً في ها البركة يعني كثرة الخير إبقى مباركاً في يعني كثير الخير طيب كده خلصنا إيه الأدعية بتاعث الرفع من الركوع نامل إبقى نزكت بقى يلا نزكت السجود نعم طيباً يعني طيباً بيقول خالصاً من الرياء ماشي كده ودي ليك عشان أنت سألت طيباً يعني خالصاً من الرياء يعني طب رياء يسأل ما تتكسفش عيوب لا إن واحد يصلي عشان الناس تشوفوا أن بيصالتي أو بيصوم عشان الناس تقول ما شاء الله ده بيصوم وهو بيحفظك لا أنت بتعمل الحاجات دي لله ولا للناس تشغلش بقى بلك بالناس معنا كده السجود أعظم أركان أعظم أركان الصلاة يعني من الأركان التي تبين غاية الخضوع لله سبحانه وتعالى طيب تنزل تهوي للسجود وأنت ساجد وأنت نازل تقول الله أكبر ثم تضع أشرف مكان فيك وهو الجبهة والأنف على على العشان كده المشركين كانوا يأنفون من ذلك يقول لك نضع جباهنا وأنوفنا على المكان الذي يضع عليه الناس أحذيتهم وبعضهم يقول نجعل استنى أعلى من جباهنا إنسان لما بيسجد بيبقى المقعدة فين عالية يقول لك ليه أخلي دي أعلى من دي دي هي كده جات معهم كده طالما نلاقي المشكلة المر وجهنا في التراب لي إيه المشكلة شو اللي خلق وهو الذي أمر افعل ما أمرك الله به طب وانت ساجد بتقول يا عبد أعلى ولا العظيم طب انت قلتش فوق الأعلى ليه انت قلت هنا الأعلى فوكة العظيم صح طب هنا قلت الأعلى ليه طب ما الأعلى أنا ركع ليه هو الأعلى برض ها سبحانه ربيه الأعلى ليه انت تحت أوي كده لماذا الثناء على الله بالعلو في السجود في حين أن الثناء عليه بالعظم في الركوع العلماء يقولون النزول هذا نقص ولما كان الله منزها ها عن النقص فما سب أن تثني عليه بالعلو فلا نقص في صفاته سبحانه كده لما تنزل انت تثني على من لا نقص في صفاته أبدا ثناء على الله بالعلو المصلي لما نزل للسجود النزول ده نقص يعني كده فكان الثناء على الله بالعلو أولى لتنزيهه عن النقص اللي هو حصل ليه كنت نازل كده على الأرض طيب سبحان ربي الأعلى يعني الأعلى الأعلى يعني على العرش ماشي يبقى علو الذات علو الذات وعلو القدر ها علو الذات قول والصفات أنا شفتها تاني ابتدائي المدرس حكومة ها كتاب الدين الله في كل مكان لاهدي عقيدة غير صحيح الله في كل مكان بذاته يبقى بسمعه ببصر بقدراته وإحاطاته آه وهو معكم أينما كنتم بإحاطاته بقدراته بسمعه ها صحي كده لكن بذاته على العرش عشان كده أدلة القرآن كتيرة جدا حوالي يعني أدلة كثيرة جدا وفي السنة تجد الرسول يسأل الجارية أين الله ما لتلوش في كل مكان قال لها فقالت إيه في السماء قالت في السماء وشوفوا الحديث في صحيح مسلم وفيه واضح حوالي أنه ينفع نسأل واحد نقول له أين الله يقول لك الناس السزة جلول يسأل الناس قال إن الله ثم الرسول سأل صلى الله عليه وسلم والإجابة كتواضحة جدا أين الله فين خلاص انت يبقى سبحانه ربي الأعلى علي في ذاته علي في صفاته مهما بلغ العبد من الكمال في الصفات لا يصل أبدا إلى صفات الله سبحانه وتعالى أنت بتسمع صح والله يسمع رد علي ما بحبش أكلم أصنام والله يسمع الجميل سمعك كسمعه أنت دلوقتي مش بيتك وراء هنا سمعهم في البيديو طيب الله يسمعنا الآن يبقى كيف سمع الله الله أعلم بالكيف لكن سمع محيط لا قيود لا حدود يعني أنت لو استخبت أنا أقول لك فين إنها إن تكون ثقالة حبات من خردل فتكون في صخرة أو في السماوات تخيلوا كده إصحى تخيلوا كده حبات السمس معرفينها لو علم الريخ شوف تكون في صخرات أو فين في السماوات أو في الأرض إيه اللي يحصل يأتي بها الله يبقى لا يأتي بك وأنت تجلس على صفحات الفيس تنظر إلى ما حرم الله هتستخب منه فين هتروح فين يراك يراقبك ها يحاسبك يومك برضو جاي متأخر يحاسبك يوم القيامة على ما رأيت ببصرك وعلى ما سمعت بسمعك عشان كده المرأة اللي اتصلت بالشيخ عايزك دلوقت يا شيخ طب إيه لازم تيجي دلوقت يا شيخ راح الشيخ لأ ألم وبتاع عندها في البيت تحته والناس وبتاع إيه اللي حصل الولد قاعد بيتفرج على الفيس وفاتح حاجات مش مظبوطة وهو نفسه عمل حاجات مش مظبوطة وهو بيعمل كده مات مصيبة يعني فضيحة في الدنيا وممكن تكون فضيحة في الآخرة كمان لأن الإنسان يبعث على ما مات عليه وده الخطر اللي انت ممكن تقول ما فيهاش حاجة كله بيبص وكله بيعمل وكله بيشير ما أنا معاك طيب ومش كفر أنا معاك بس لو الإنسان استمر على كده ممكن يوصل للكفر ممكن وممكن يموت على المعصية ولما يبعث يوم الأيام يبعث عليها على اللي مات عليه يبقى شكله وإيه بقى قدام الناس بأفضيحة يا رب استرنا في الدنيا والآخر عشان كده رائب راقب الله سبحانه وتعالى علي في صفاته صفاته ليست كصفاتك سمع الله عز وجل واسع لا قيود سمع محيط يعني نتها دلوقتي لما بتيجي يعرفين القنوات بتاعت بتاعت ايه بتاعت الديش والراديو وغيره بتثبتها ازاي صح بتيجي من اين يعني من الهوى صح يبقى الزبزبات دي موجودة فين طب انت مش سمعها ليه بش هي في الهوى يا عم يا اللي في الهوى بش هي حاجة دي في الهوى انت مش سمعها سمعها دلوقتي سمع زاعة الشباب والرياضة زاعة الأغاني مثلا زاعة سمعينها مش سمعينها ليه مش موجودة في الهوى لان لها تردد معين ودننا ما تجيبهوش زي الشم يشم ايه الكلب صح كده يعني شمه احسن من شمك هي انت خيه مكسوف طب ليه ربنا جعله كده لذا حيستعمل ده معنى كده لكن انت شمك ليه حدود معنى كده سمعك ليه حدود بصرك ليه حدود وإلا لو كان الليسان يسمع كل حاجة تبقى انت واشي في الشارع كده سمع كل الإزاعات في ودنك هتعمل ايه هتتجن مش هتقدر تكمل صح كده كذلك البصر انت تشوف اللي وراء مش فيه ناس وراء الجذار ده جيران صح انت شايفهم طب هل هذا يخفى على الله سبحانه وتعالى ما بدا وما تكونوا في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم حطي لي آية كده عندك في الأوضة بتاعتك حط فيها ايه الايات دي حط فيها كده الايات اللي بتقول ايه ألم يعلم بأن الله يرى قدام عينك كده عشان تذكرك بالله سبحانه وتعالى حاجات ديت بتخلي القلوب حضرة فيها الخضوع لله سبحانه وتعالى يبقى عليهم في ذاته عليهم في صفاته سبحانه وتعالى سبحانه ربيه الايه وانتو فين وانتو فين في السجود ايه كمان سبحانه ربيه الاعلى وبحمده وايه كمان سبوح نفس اللي قلناه سبوح قدوس رب الملائكة والروح يعني بقى الروح عايزة شوف بقى الناس اللي معاي ايوة رفعت بالعافية انت اقول الحمد لله ايه دك واجعاك اقول اديله يا عبدالله حاضر يا شيخ حاضر استن يعني ايه الروح يلا يا عم تفضل طيب يعني ايه سبوح الناس بقى اللي وراء اللي نايمة دي هناك ها اللي جنب مصطفى اللي بيبص جنبه انت اه سبوح ايوة مالنا مش انت حاضر معنا في الدرس بردو مسجد الرحمة في العسافرة نهاردة ستة اتنين ولا اربعة اتنين ولا خمسة ها استنى يا شيخ هو عدس عشان بيتصور تطلع في الصورة نتيالله يا دفعة سبوح طب هنا هنا اللي بيبصله ايوة 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 انت الجنب علي ايوة ايوة جميل صغط مبايخودي يديله عبدالله سبوح قدوس بقى قدوس ها قدوس الطاهر ايه كمان جميل المبارك يبقى الطاهر والمبارك وانت يعني هتشتغل ببلاش يلا يا عبد طيب سبوح قدوس رب الملائكة وايه كمل كده سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي وكمان اللهم هناك اللهم لك ايه استاذ اللهم لك سجد ها وبك آمنت ولك أسلمت ها سجد وجهي للذي خلقه وصوره فأحسن صوره وشق سمعه وبصره تبارك الله أحسن الخالقين تاني كده اللهم لك سجد وبك آمنت ولك أسلمت سجد وجهي الذي خلقه وصوره يبا هذا إثبات اسم الله الخالق واسم الله المصور وشق سمعه طريق السمع يعني البعض الناس مفكر أن الأفة دي هارفينها هي السمع وخلاص لأ ده جوه فيه شغل كبير قوي طريق السمع ده شق طريق السمع ده من شقه الله عشان كده بتجي مرحلة على الجنين تلاقي كل ده مقفل عينين وودان واللي يبص فعلا على الجنين يحس حاجة مقفولة وجب نموس وعملنا شقناها شوف التعبير النبوي شق سمع وبصر لأن السمع ليس في الأذنين بل في مقعد السمع جوه وشق سمعه وبصر فتبارك الله أحسن الخالقين أحسن المصورين والموجدين سبحانه وهو منفرد بالخلق لأنه يخلق من العدم بخلاف خلق غيره يعني الإنسان نقول الإنسان اللي خلق الكاميرا دي ها إيه الفرق بين خلق وخلق الله خلق الله من العدم لكن خلق الإنسان عنده مواد خام وعمل منها إيه لا يمكن واحد يخلق حاجة من لا شيء من فعش عنده مثلا طين بيعملها طوبة ويحرقها وتبقى طوبة عنده مثلا ورأ بيعمل منه كالرأ وهكذا يبقى خلق غير الله تحويل الشيء من صورة من صورة من صورة طيب من الأدعية أيضا في السجود عشان كده بتثني على الله تقول إيه تبارك الله أحسن الخالقين من أدعية السجود أن تقول الله مغفر لي ذنبي كله قوله مغفر لي ذنبي كله كم الباه دقه وجلة أوله وآخرة كبيرة شوف التدرج الصغير بعديل يبقى دقه وييجي بعدها جلة لو الكبير دقه وجلة أوله وأوله وآخرة يعني ما تقدم من الذنوب وما تآخر وعلانيته وسرة يعني ظاهره وخفيه طبعا ده بالنسبة لنا لأن الله عز وجل لا تخفى عليه خوفية سبحانه وتعالى وهذا تأكيد على طلب المغفرة من الله سبحانه وتعالى وأن لا يترك ذنبي أبني خليك معي مش حينفع كده والله وأن لا يترك ذنب أي وانت إلا ويسأل العبد الرب أن يغفره له الله مغفر لي ذنبي كله كان ممكن ده وخلاص لا فصل با دقه وجلة وأوله وآخرة وعلانيته وسرة وعشان كمان الإنسان لما يكون بيحب واحد يحب يتكلم معه كثير ولا أليل وما تلك بيمينك يا موسى وكان أي سيدنا موسى كان مع كان ممكن يقول عصايا وخلاص لا قال هي عصايا أتوكأ وعلي أتوكأ يتكي أتوكأ وعلي أهوش بيها على غنم يعني يرعى بيها الغنم أسمع بس خلاني نسمع المواهب أقول أهوش بيها على غنم ألمهم كده هش 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 أمشيهم يجمعهم ها واتنين بس اللي عارفين اللي بيحضروا معنا ودي واحد يقال لك باترمع الشيخ صالح جنبك كيف قال لك أنت كده يافشنا على طول ها عمر أهوش بها على غنم يعني إيه هو الغنم بيأكلوا إيه الغنم بيأكلوا إيه شباب آه كم في برسيم عندهم في الصحراء برسيم إيه ماشي كده طب مفيش حشائش نعمل إيه يبقى الشجر يجيب العصاية ويضرب بها الشجر عشان الورق إيه أو ده أهوش بها على غنم مش قال المؤمع مش إيه وده بيخلي الإنسان ما يتكلمش في القرآن إلا ما يبقى إيه عارف وقرق في التفسير اللي أنت حتقول أي حاجة وخلاص لا ما ينفعش وأهوش بها على غنم طب وإيه كما طب ما هو كان ممكن يقول هي عصاية وخلاص لكن يكلم من إيه يا ابني يكلم من الله كل دي يحب أن يطيل الحديث إيه مع الله سبحانه عشان كده أنت تقول إيه اللهم أخفر ليه زنبي كله ما وكله لا دقه وإيه وجلة وإيه وأوله وآخرة وأعلانيته ويا سلام بقى لما تقعد تفكر فيها لما تقعد تفكر بقى في الزنوب فاكر الزنبي ده والزنبي ده والزنبي ده والزنبي ده والقلب كده يخشع كده والعين تدمع معنا كده ظلمت واحد ضربت واحد زأيت واحد خدت فلوس واحد كده يبقى تستحضر ذلك فينكسر العبد لله فيكون أقرب للإجابة حاضر اللهم اغفر لي ذنبي كله دقه وجلة أوله وأوله وآخرة وعلانيته وسرة من الأذكار أيضا في السجود اللهم أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبة عليكم السلام وأعوذ بك منك لأحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك تاني كذا شباب اللهم أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وأعوذ بك منك لأحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على يعني يعني بقى اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك هو الرضا كيف يتحقق للعبد بالطاعة والغضب كيف يتحقق بالمعصية إبقى أنك تطلب منه أن يوفقك للطاعة فيرضى عنك بها وأن يجنبك المعصية لأنها سبب للإيه للسخط معنى كذا إبقى أنت تتوسل برضاء الله أن يعيذك من سخطه تستجير من الشيء بضده فالرضا وسيلة تتخلص بها من السخط إبقى أسألك التوفيق لفعل الطاعات الموجبة لرضاك وأسألك الحفظ من المعاصي الموجبة لسخطك يعني كذا أسألك التوفيق إيه لفعل الطاعات الموجبة لرضاك وأسألك الحفظ من المعاصي الموجبة ها لسخطك طيب وبمعافاتك إيه في العم وبمعافاتك من عقوبتك المعافاة أعظم النعم وأعظم الأدعية بعد الهداية إلى الصراط المستقيم كذا من أعظم الأدعية سؤال العافية العافية أن يعافى العبد من كل بلية في الدين وفي الدنيا اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك والعقوبة ضد الإه المعافاة ضد العافية والعقوبة لا تكون إلا بذنب فإذا استعذت بمعافات الله من عقوبته كأنك تستعذ من الذنوب لتحصل عفو الله يعني كذا أو بفضله سبحانه أن يعفو عنك ويغفر لك ويهديك إلى أسباب التوبة وأعوذ بك منك طب مش كل حاجة فاتت أعوذ برضاك من سخطك بمعافاتك من عقوبتك طب هنا بقى فين الشئ وضده يعوذ بك فين طب الضد ما فيش بقى ما فيش بقى هنا الضد ليه هل واحد هيستعيذ من الله بغيره لا يستعيذ من الله بالله لأنه لا أحد يعيذ العبد من الله إلا مين الله إذا أراد بالعبد سوءا فدعا فربما يصرف عنه ذلك السوء لا أحصي ثناء عليك يعني لا أطيقه لا أحتمله لا آتي عليه مهما أثنيت على الله فلن آتي بما يستحقه من الثناء لا أحصي ثناء عليك ولذلك أنت كما أثنيت على نفسك وهذا الدعاء فيه إثبات صفات الله عز وجل كالرضا وأنه سبحانه وتعالى يرضى على من يشاء ويسخط على من يشاء سبحانه ليس ظلما لأنه لا يظلم وإنما بسبب استوجبه العبد به وكذلك التضرع الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأن عظمة الله لا نهاية لها أعود فأقول كان عطاء ابن أبي رباح بعدما كبر وضعف يقوم إلى الصلاة فيقرأ مئتي آية من سورة البقرة يعني رجل كبير عجوز فبيخده كان بس كذا مئتين آية لا يزول منه شيء ولا يتحرك يعني من خشوعه في صلاته وكان ميمون ابن حيان يقول ما رأيت مسلم ابن يسار ملتفتا في صلاته قط خفيفة أو طويلة ولقد انهدمت ناحية المسجد ففزع أهل السوق لهدمه وإنه لفي المسجد في صلاته فملتفت خير كذا المجزء يقع من المسجد ولكثرة انشغاله بالصلاة ماء ملتفت ولا تحرك وعندما سئل خلف ابن أيوب ألا يؤذيك الذباب في صلاتك انت بتصلي جات لك دبانة بتعمل فيها ايه جات تاني هتفضل بقى تقول صلاتك بقى كده شغالها الشاش ها قال لا أعود نفسي شيئا يفسد علي صلاتي يعني هفضل بقى كده ما بقولش حرام بس أنا بقولك يعني على الأقل يقلل من خشوعك أو من أجل الخشوع فقيل له كيف تصبر على ذلك قال بلغني أن الفساق يصبرون تحت أصوات السلطان فيقال فلان صبور ويفتخرون بذلك فأنا قائم بينها دي لا أتحرك لذباب فهمتم يعني ما يجيبه واحد حرامي والسلطان يجيبه عشان يحسب ويديله كم ضربة كده وزي كنت بتبقى في المدرسة كده بقيت راجل بقى وطلع لك شنب وكده فالمدرس وقفك يضربك فتروح أنت عامل له يدك كده يخد بالك المدرس يضرب أنت عامل له يدك كده يخد بالك بتبين له صعب عليك نفسك وإش كده لكن أنا بقول لك الإنسان ده اللي بيجلد ده ولا بيضرب بيسبت نفسه كده عشان الناس تقول هاي ده صبور ده ولدي يعني ده ميه ما تحركش فبيقول لهم ده هما بيتضربوا كده ويتجلدوا عشان الناس تقول عليه صبور طبعا أنا لما أقف بيناي ده الله سبحانه وتعالى أفأتحرك كيف أتحرك فكان يصبر رجاء رجاء الثواب من الله سبحانه وتعالى وكان سعيد كان إبراهيم التيمي أو التميمي إذا سجد تجيء العصافير فتسقط على ظهره كأنه جذع أو حائط لا يتحرك منه شيء يعني لك يقف في الصلاة كذا أكنه زي جذع شجرة لا يتحرك منه شيء هؤلاء إخوان الشباب فهموا بين يدي من قد وقفوا وفهموا ما يناجون الله عز وجل وعرفوا قدر من وقفوا بين يديه فلذلك خشعوا في صلاتهم ولذلك يعني لنا فيهم أسوة وكما بدأت ختمت يبقى لنا لقاء نتكلم فيه عن عما تبقى من الأذكار التي تكون في الصلاة ونسأل عز وجل أن يمن علينا بالصلاة الخاشعة وإن يجعلن ويكم الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم سبحانك اللهم ربنا وبحمدك السلام عليكم قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين